كشفت مجلة ناشنال انترست الأمريكية أن الصين تسعى إلى امتلاك حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ضمن جهودها لتعزيز قدرات قواتها البحرية وأوضحت المجلة أن البحرية الصينية تمتلك بالفعل سفينتين تعملان بالطاقة التقليدية فيما تقوم ببناء حاملة طائرات ثالثة يتوقع أن تكون مدعومة بالطاقة النووية في تفاصيل ما أوردته مجلة ناشنال انترست الأمريكية بشأن مخططات بكين لامتلاك حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية تقول أن الصين تتعاون بالفعل مع روسيا في مشروع إنتاج كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية تضيف المجلة أن الحكومة الروسية داعت في يونيو عام 2018 الشركة النووية الوطنية الصينية لتقديم عطاءات على مشروع كاسحة الجليد ومن المقرر أن يتم تشغيل كاسحة الجليد الجديدة بواسطة مفاعلات معيارية وفق المجلة البحرية الصينية قد تمتلك ما يصل إلى ست حاملات طائرات بحلول منتصف العقد المقبل يمكن أن يكون مزيجاً من السفن التقليدية وتلك التي تعمل بالطاقة النووية وقد تسمح تلك الحاملات لبكين بتجهيز أساطيلها الإقليمية بحاملتين إذ يمكن أن يتم نشر إحدى الحاملتين بينما تخضع الأخرى للطيانة ترجمة نانسي قنقر